اسم الدرس التقييم محور التنقل السند فتحت التلفاز وجلست أتفرج على برنامج الصور المتحركة فكان أبطال الحلقة حيوانات في نهاية البرنامج وجدتني أطرح على نفسي عدة تساؤلات فهل ساعدتني على الإجابة عنها؟ أتأمل المخطط وأشطب العنصر الدخيل طول القوائم قوة العضلات كتلة الجسم شكل القوائم خصائص الأعضاء المساعدة على التنقل برا الإجابة بعد قراءتنا للمخطط والتركيز فيه نلاحظ أن كتلة الجسم هي العنصر الدخيل لذا نقوم بشطبه وإلغائه طول القوائم قوة العضلات كتلة الجسم قدمي السلحفاء البحرية إلى البرمائيات فنوط عيشها يسمح لها بالتنقل برا وهي لا تخرج من البحر للذهاب إلى الأرض إلا لطبيض تتميز الحيوانات التي تتنقل قفزاً بطول القوائم الخلفية وقصر القوائم الأمامية أذكر مثالين الإجابة الأرنب والكنغر بين لماذا؟ الإجابة لأن عدم التوازن بين قوائمها الأماميتين والخلفيتين لا يسمح لها سوى بالقفز فتقوم بحفظ توازنها على الأرجل الأمامية أصلح المعلومة الخاطئة لبعض الحيوانات أعضاء تساعدها على التكيف مع نمط واحد من التنقل فقط لكل الحيوانات أعضاء تساعدها على التكيف مع نمطين مختلفين من التنقل تتنقل بعض الحيوانات المائية قريباً من سطح الماء بعض الطيور تغطس تحت الماء بحثاً عن الغذاء الإجابة نلاحظ أن جميع المعلومات صحيحة ما عدا المعلومة الثانية لأنها لا تنطبق على جميع الحيوانات فقط على البعض منها لذا لتصحيحها نقول لبعض الحيوانات أعضاء تساعدها على التكيف مع نمطين مختلفين من التنقل أتأمل المخطط وأصلح الخطاء الزيل الزعانف شكل الجسم تواضع الحراشف إلى الأمام الأعضاء التي تساعد السمكة على السباحة الإجابة الأعضاء التي تساعد السمكة على السباحة هي الزعانف والذيل والشكل وتوضع الحراشف عكس اتجاه تنقل السمكة الزيل شكل الجسم الزعانف الأعضاء التي تساعد السمكة على السباحة أتأمل المشهد وأجيب معللا تأخذ القوائم الخلفية لهذين الحيوانين شكل حرف زي علل ذلك الإجابة نعم لأنهما حيوانان يتنقلان قفزا وعند التأهب للقفز تأخذ القائمتين الخلفيتين شكل حرف زي وعند القفز تمتد هذه الأجزاء الثلاثة فخذ صاق وصاق قدم فينطلق الأرنب قافزا كالسهم أعمر الخانة بما يناسب طيورا تتنقل جوا طيور تتنقل برا طيور تتنقل في الماء نورس الإجابة طيورا تتنقل برا نعمة نعمة طيورا تتنقل برا تتنقل برا طيورا تتنقل برا نعمة الصغيرة بصورة أساسية وتفضل بوجه خاص قناديل البحر لذلك تعتبر هي العدو الرئيسي لهذه القناديل وتتغذى أيضا على الرخويات التي تعيش في البحر وذلك بفضل فكيها القويين حيث تستطيع أن تطحن جيدا قنافذ البحر وسرطانات البحر والأسماك الصغيرة والمتعارف عند الصيادين أنها تصرق الأسماك من شباك الصيد إضافة إلى ذلك هناك سلاحف بحرية تتغذى على الأعشاب البحرية وعلى لحوم الأسماك وتصنف على أنها آكلت لحوم وآكلت نباتات في الوقت ذاته في حين أن النورس يتغذى على الأسماك والديدان والحشرات كما أنه ينظف الشواطئ بالتهامه الفضلات التي تعد غذاءه الرئيسي ويتبع مراكب الصيد لأكل بقايا الأسماك مثل الرأس والأجزاء الداخلية وتنقض الأنواع الكبيرة منه على صغار النوارس الأخرى ويسمى النورس بقرصان البحر أيضاً فهو يسرق بيود الطيور الأخرى وطعامها ويتغذى عليها ترجمة نانسي قنقر